كينيا أسأل حضرتك بما أنه تطرقنا كمان لمسألة الشركات المصرية وإزاي تحسن من يعني فرص الاستثمار والتواجد أكتر في السوق الكينية إيه السلع المتبادلة اللي ممكن تبقى يعني زي ما بنقول كده البريمو في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء من كينيا المصر أو من مصر الكينيا في مجالات كتيرة جدا زي مثلا البطاريات بطاريات العربيات وحتى البطاريات اللي هي العادية الحجر بطارية الحجر ده ده مجال هما عندهم اهتمام كبير بيه جدا وعندهم ترحيب بأنه هما يعني يستفيدوا من مصر فيه وللأسف ما فيش دخول للشركات المصرية أو للمنتجات المصرية بشكل ملموس في السوق الكيني في المجال ده في مجالات أخرى زي سنديق التغليف ما فيش هنا مصانع مصر مؤخرا بعض الشركات المصرية عملت مصنع للتغليف في السنغال لو في حاجة زي كده هوت سنديق التغليف الكارتون ده فلو في حاجة زي كده هوت ممكن ان هي تتعامل ان هوت اعتقد ان هي يكون برضو اقبال كبير اقبال كبير جدا عليها في مجالات أخرى بقى يعني متنوع السياحة والفندقة وانشاء فنادق ده مجال وسلع الغذائية برضو السلع الغذائية تصنيع السلع بعض السلع الغذائية هنا هوت وتصدرها هما بيصدروا فكهة خام ما بيصنعوهاش يعني هما احنا بيستورد منهم وهتستغرب يا اي ممكن حضرتك بنستورد منهم بعض السلع زي المنجا بنستوردها رغم ان احنا بنصدر المنجا يعني احنا المنجا عندنا رائع يعني طبعا احنا عندنا المنجا اللي هي زي نقول نمرة واحد يعني دي بتبقى غالبا للتصدير عندنا لان العائد الاقتصادي عليها أعلى وبعدين احنا عندنا انتاج كبير جدا في العصائر العصائر ما بتحتاجش يعني نوع عالي من المنجا الانتاج المحلي عندنا لا يكفي لان هو يخدم على الاستهلاك كله الاستهلاك والتصدير احنا بنصدر برضو العصائر ديات لدول اخرى فبالتالي يكون النتيجة ان احنا بيستورد كمياته من ضمنها من كينيا بنستورد مثلا من المنجا بنستورد الاناناس من المنجا برضو بنستورد كاشيو بنستورد حاجة اسمها اللي هو زي البندق كده المكاديمية واكيد شاي الشاي طبعا احنا مصر الشاي اللي موجود في مصر 70% منه وارد كينيا احنا نعتبر تاني اكبر مستورد للشاي الكيني في العالم نمرة واحد باكستان وبعدين مصر وهم هنا الشاي اللي عندهم قصة حدثة كنت بتحكيلي قبل ما نبدأ كنت بتحكيلي عن قصة الشاي في كينيا مظبوط هو الشاي الشاي هنا هو الدخول ما كانوش يعرفوا الشاي ما كانش موجود في افريقيا اصلا هو الشاي دخل هنا مع مجيء الاحتلال البريطاني وجابوا معاهم العمال الهنود علشان يبنوا طرق السكك الحديدية فبالتالي الهنود والانجليز الانجليز طبعا بيحبوا يشربوا الشاي والهنود متخصصين كانوا في زراعة الشاي فجابوا زراعة الشاي هنا واصبح منهم عائلات كبيرة جدا ادرت ان هي تتوطن هنا بقى بعد كده واصبح لها دور تجاري كبير ودور اقتصادي كبير جدا في كينيا ويملكوا العديد من مزارع الشاي خليني اقولك مش بس مزارع الشاي ده في بعض الافراد بيعملهم مزارع للورود احنا في جزء من واردات مصر من كينيا ورود زهرة التيولب اللي مشهورة بيها هولندا جزء كبير منها بيتزرع هنا في طيارة يوميا بتطلع من كينيا الى لهاي لان هي تسلم شحنة ورود لكينيا الهولندا لان هي فعليا مزارع منتشرة لهذه الزهرة موجودة هنا هوت في كينيا ففي الزراع الشاي بالذات كمان فيه درجات فيه على حسف هو بيتزرع في ارض مرتفعة او ارض اوطى او هكذا عندهم القهوة بتاعتهم لا تقل ابدا في الجودة عن القهوة معروفة صحيح فلا هم عندهم منتجات كتيرة جدا نقدر ان احنا نستوردها او نستفيد بها نعمل صناعات عليها موجودة هم